من جهة ثانية وقع غبطة البطريارك بتسابالة على اتفاقية إنشاء نيابة البطرياركية اللاتينية في نيقوسيا قبرص بحيث تصبح مكاناً مستقلاً تعمل على رعاية الأمور الإدارية والروحية للرعاية اللاتينية ومؤسساتها في قبرص ومن المتوقع مع بداية شهر كانون أول المقبل أن ينتقل الأب برون الفرنسيسكاني النائب البطرياركي في قبرص للإقامة هناك بشكل رسمي